وفي الحسابات القانونية وصف الخبير القانوني على التميمي استمرار الرئاسة بالإنابة في عقد جلسات البرلمان بالمخالفة الصريحة للمادة الخامسة والخمسين من الدستور التي شددت على ضرورة انتخاب الرئيس بوقت معلوم وليس بالطريقة المعتمدة حاليا وأشار إلى أن النصوص القانونية تكمل بعضها البعض مع المواد التي شددت على ضرورة انتخاب الرئيس مضيفا أن الاستمرار في عدم الانتخاب يعرض الجلسات إلى الطعن أمام المحكمة الاتحادية ويأتي ذلك فيما رجح سياسيون وجود خطط لتأجيل انتخاب الرئيس البرلمان لحين بدء العطلة التشريعية للبرلمان في 11 من الشهر المقبل وحلول شهر رمضان لتكون الجلسة بعد عطلة عيد الفطر المباركة